لعيف تاني مهم جداً جداً دوره النهاردة وحابب أثني عليه يعني ورغم صغر سنه أصغر لعيف المنتخب محمد عبد المرام محمد عبد المرام عمل مباراة جبيرة جداً مش بس على مستوى البوزيشن بتاعه لا الراجل كمان كان بيقفل وراء أحمد فتوح بشكل ممتاز أنا نهاردة مشوفتش نيكولاس بيبي طول المباراة ليه؟ ليه؟ لأن محمد عبد المرام كان بروح يعمل مجموعة ثلاثية مع عمر مربوش وإحمد فتوح ويقفل الناحية الشمال بتاعة منتخب مصر فاثنين مهمين جداً النهاردة حمد فتحي محمد عبد المرام حمد فتحي طبعاً لحد ما خرج وعدم وجوده أمام المغرب قد يشكل مشكلة لكارلس كروش هنتكلم عنها ولكن أيضاً برضا جلبرتو عشان يبقى واضح للناس مصطفى محمد النهاردة كان له دور دفاعي مهم جداً مع رقم 6 بتاع ساحل العاج وده كان إحنا بنشوف دايماً يعني حتى ناس كانت بتاخد بالها تقولك إيه؟ هو ليه محمد صلاح دايماً بيخش الجوة ومصطفى هو اللي بينزل لتحت لأن مصطفى كان دايماً مع رقم 6 جامي شلسري جامي شلسري هو العيب جامي شلسري اللي هو طلعه ريحنا شوية فهو كان دايماً مصطفى بينزل مع رقم 6 علشان يقفل عليه وكان دور مهم جداً وواضح لمصطفى محمد دفاعي يعني آه ومصطفى محمد زي ما حضرتك قلت كده هو ده الدور اللي كان يعني هو الواضح دور الوحيد اللي كان واضح لي للأمانة هو لكن الأساس يعني احنا محتاجين مصطفى محمد الهجومي أكتر لأن حتى دي يعني هو لازم يعمل التحول حتى أن هو يبقى ليه دور أن هو بيصحب سواء المدافع معاه أو بيقفل على الراجل اللي هو الديفندر بحسي يخلي عمر مرموش ومحمد صلاح يقدروا أن هم يستغلوا السرعات ويتوغلوا بالشكل ده بس هو كان بيعمل جزء ويجي في الجزء الثاني اللي هو مطلوب منه يعني بتحسه واقع وأنا كمان جات له فرصة مفروض دي فرص مصطفى محمد في المباراة كان ممكن يخلصها بشكل سهل حطها بشكل وحش حتى الآن ومعرفش من برضو ليه مش قادرين نستغله في الكرات العرضية كان مميز جدا وهو في نادي الزمالك بتلعب له عطول كروسات بيطلع لعبة بدناغه حاليا هو فاقد النقطة دي فأعتقد مصطفى محمد لازم يبقى دوره أفضل في الفترة اللي جاية ولو بالنسبة لنا لو كارلوس كيروش زي ما محمد قال أربعة ثلاثة ثلاثة دي دي مسيطرة عليه تمام مش هيغيرها فوجهة نظري أن ممكن محمد شريفي بقى ليه دور أفضل كسترايكر مع صلاح ومرموش في حتة إيه أنه هو أنت عايز دايما حتة مهاجم الوهمي دي تبقى موجودة محمد شريفي قدر يعملها محمد صلاح يقدر يعملها يقدروا يعملوا هما الاتنين السويتشات السريعة دي اللي يتربك ولما عمل كده وحط محمد صلاح هو مش يحط محمد صلاح استرايكر هو هيلعب محمد شريف هو الاسترايكر ولكن هيقدروا هما الاتنين أو معهم عمر مرموش التاتة دول يقدروا بسرعاتهم يعملوا التحولات اللي هي فجأة تلاقي واحد هنا واحد هنا لكن محمد راجل صندوق بوكس أكتر يعني ده مهمته في حاجة ممكن نضفها الكلام محمد على فكرة محمد عبد المنعم أنه هو إزاي في السن الصغيرة دي وبيفكرنا حتى بداية أحمد فتحي مع المنتخب وفي سن صغير جدا ولعب برضو كان قدام كود بوار حاجات كتيرة قوي غير إن هو كرة جيال وبيلعب عليه واحد زي سبيستين هالر وواحد من أفضل مهاجمين في أوروبا طبعا يعني هالر واحد من أفضل مهاجمين في أوروبا هداف دور الأبطال ده ممكن تبقى في الأربعة وستية ده لأ حتى حتى هم مهاجم 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 رائع جدا طبعا طبعا لكن إن هو يلعب عليه بهذه السقة بالحقيقة فرق كتير يعني أولا التمريرات بتاعته كمدافع بيلعب هو صغير ومع الضغط ده مع منتخبات زي كود بوار صح فالنهاردة بنتكلم من خمسين باس تقريبا أو عامل سبعة وربعين باس صح استقباله للكرة لما يتجيله ستة وثلاثين كرة يستقبل خمسة وثلاثين منها بشكل سليم فده رقم مميز جدا عنده عشر عنده ستتاشر كرة اللي بنقول استخلاص الكرة أو البولون في الكرة منها يعني كورن هو بيستخلص بيعمل الكفر للكرة التانية بشكل مميز جدا عشر كرات هو قدر يستخلص للكرة التانية زي ما بنقول لا يعني أرقامه في المباراة يعني إذا كان محمد إنني دوره في وسط الملعب ودوره بالنسبة لمحلين واضح نحن أخذ المانوفزا ماتش لكن رقميا ممكن تلاقي أن محمد عبد المنعم هو المانوفزا ماتش دي تاني مرة الأرقام تنصف محمد عبد المنعم في المباراة لأن تقريبا أعتقد مباراة السودان كان هو من أفضل لعيبة منتخب مصر فالولد ده مستقبل مهم جدا في المركز ده اللي هو مصر بقالها فترة كانت في ساعات بتعاني لو حجازي حصل له حاجة تحس المركز ده في مشكلة لو الوينش بعد كده حصل له حاجة تحس المركز في مشكلة لكن دلوقتي بتبني إن محمد عبد المنعم موجود فالنهاردة لأ الدنيا كويسة وكمان صغر سنه أعتقد وقابل لتطور بشكل كبير يعني